اشتركوا في القناة احيانا بنضطر ان نتكلم عن هذه الامور لانها سبحان الله العظيم موجودة واحلام موجودة وان كانت دلالتها صعبة لكن لازم نتكلم عنها اول علامة اذا رأت المرأة في المنام انها نسية القرطة لو نسية القرطة دعوني اتكلم باللغة العربية الفصعى لسبب ان الاخوة في شمال افريقيا من الممكن لو اتكلمت باللهجة المصرية مش هيفهموه فالمرأة لو شافت ان هي نسية القرطة تبعها تعرف ان دي دلالة واضحة على فكرة والعلماء التفسير محدش فيهم اختلف على الحاجات دي اربع علامات محدش فيهم اختلف حيانا بنلاقي ممكن العالم الفلان يقول الحتة دي فيها كذا ويتلاقي من يخالفه يقول لا ده فيها كذا العكس انما الاربع نقاط او الاربع علامات اللي هتكلم عنهم دلوقتي محدش فيهم اختلف عليها فنسيان المرأة القرطة في اي مكان ما عموما المهم ان هي شافت في المنام نسية القرطة تبعها تعرف ان دي بشارة او دلالة على الانفصال بينها وبين شريك حياتها اتنين رؤية الرجل يفقد السلاسل عند سلاسل او سلسلة شاف المنام ان هو فقدها ضاعت منه تدل على الفراء ومع شديد الاسف تلاتة رؤية الرجل مقيدا بالسلاسل هذه تدل ايضا على الانفصال اربع عودي الاخيرة رؤية الرجل الاكراه في المنام لو شاف ان هو بيكره على شيء في المنام دل هذا على انه سوف يفارق زوجته ومع شديد الاسف هذه اربع علامات تدل على الانفصال ومع شديد الاسف انتظرون في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته